ردت وزارة الموارد المائية العراقية على تقرير سيان أن بأنه لا توجد مؤشرات مختلفة بشأن سد الموصل عما كان ساندا أو سائدا في العام الماضي وقال الوزير حسن الجنابي في بيان الله إن أعمال تشغيل وصيانة سد الموصل تجري بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة مطمئنا بعدم وجود أي خطأ جديد طرأ على السد منذ العام الماضي